استقبلت صاحبة السمو الملكي لاميراس بيكا بنت ابراهيم الخليفة قارينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله السيدة الأولى لجمهورية المالديف فزنا أحمد وذلك في إطار زيارتها للبلاد برفقة زوجها فخامت الرئيس ابراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف الصديقة هذا وأكدت صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم خلال اللقاء حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع جمهورية المالديف الصديقة في مختلف الموضوعات المشتركة ذات الشان التنموي وبما يعكس حرص القيادتين لدى البلدين الصديقين على الدفع قدما بمسيرة تنمية العلاقات التنائية في مختلف المجالات ونوهت سموها حفظها الله بالأدوار المهمة التي تقوم بها سعادة السيدة الأولى لجمهورية المالديف فزنا أحمد على صعيد تمكين المرأة المالديفية وتسهيل وصولها للمناصب القيادية وزيادة مشاركتها الاقتصادية وتفعيل دورها في المجتمع معربة عن ترحيب المجلس بكل الأطروحات والأراء والأفكار المثمرة التي تفضي إلى تعاون فعال بين البلدين الصديقين في مختلف الموضوعات من جانبها عربت السيدة الأولى لجمهورية المالديف عن شكرها لسمو قرينة ملك مملكة البحرين على حفوة الاستقبال والترحيب مبدئة أعجابها بالتجربة البحرينية المتقدمة أقليميا ودوليا في مجال تقدم وتنافسية المرأة مؤكدة أن الحرص البناء على مخرجات هذه الزيارة في تأسيس قناة تواصل دائمة يتم خلالها التشاور وتبادل أفضل الخبرات والممارسات ذات الصلة بتمكين وتقدم المرأة في البلدين الصديقين وخلال زيارة السيدة الأولى لجمهورية المالديف إلى مقر المجلس الأعلى للمرأة أشادت سعادة الأستاذ هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس بما يربط البلدين الصديقين من تطور مستمر على مختلف الأصعدة وما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام من جانب قيادتي وحكومتي البلدين وحرصهم الدائم عن البناء على علاقات الصداقة التي تجمع شعبيهما الصديقين كما نقشت الأمين العام مع ضيفة البلاد عددا من الموضوعات التي تشترك فيها بل يشترك فيها البلدين البلدان على صعيد تقدم المرأة وطبيعة التدابير والمعالجات التي تتخذها البحرين في سياق متابعة وحوكمة عمليات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في البحرين هذا قدمت سعادة الشيخ دينا بن تراشد الخليفة مساعد الأمين العام خلال اللقاء عرضا موجزا تضمن المسيرة التاريخية للمرأة البحرينية كما تضمن العرض شرحا لأهم المبادرات والبرامج التي ينفذها المجلس في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وبمناسبة هذه الزيارة أبدت السيدة الأولى لجمهورية المالديفة فزنة أحمد أعجابها بما تشهده المرأة البحرينية من تقدم بفضل ما تحظى به من دعم كبير من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المعظم معربة عن مليها في مد أفاق التعاون والاستفادة من تجربة البحرين في تعزيز التوازن